حقيقة يعني من المؤلم من المؤلم انه كل الثوابت ضايعا نحتاج ان نرجع الى ثوابت الادارة الصحيحة في الادارة هناك لا يوجد شيء اسمه تغليب العاطفة على تغليب المهمة الادارية للمسؤولين صح انت تراعي حقوق الانسان لكن تراعيها حقوق الانسان كمدير وكمسؤول مو تراعيها عاطفيا وانما تراعيها بمبدأ العدالة والقانون هيخاف البعض ما فاهمها يعني البعض للأسف من الهوش للماكنتوش مثل ما يقولون جبنا مننا حطينا مدير هنا ما يصر هيش يا جماعة ما يصر هي موهوسة موهوسة العراق مثل ما تقولون عمره سبعة تلاف سنة موهوسة تقطقوهنا علينا من نحن جهال بالمدرسة طيب سبعة تلاف سنة هي كوم تحجار وقلقامش وش اسمها انكيدو لا هي ثقافة وعلم وادارة وبالتالي هل من المنطق اداريا اذا صح هذا الفيديو اذا صح هذا الفيديو انه مدير تربية محافظة المثناء الله يرحم انتقل الى رحمة الله هل يحق للموظفين يسوون مجلس عزاء ويقعد ان يلطمن الحبيبات الحبيبات يقعد ان يلطمن بمكتبة هذا على يام ابدأ يعني فسروا اياها اداريا يمه يمه انتن يمه عيني الحبيبات على يام ابدأ سويتن مجلس عزاء بمكتبة يعني يعني هي المحافظة المثنة واهل الكرام كل شي توفر بيها بسبقها تسوون مجلس عزاء داخلك لا عبالكم كل شي غلط ممكن تقولون اوه اوه دي حرية حرية على عيونك الادارة ادارة مفهوم الادارة ادارة ذا انه يتعاقبا يفترض وينجرئ ذا بالقانون كل ينسوي لهنت ابويخ الله يرحمه مات روح نعزن ببيته له بس قاعدا هذا هذا عالم ودستور غصبا ما عليكم لا واحد يقول لي والله حرية يا باشر نسوه مجلس ونسوه مجلس شنو وانت ضد شعائر ايه ما قايل لك لا بس احترام الها اماكنها والها طقوسها مو انت والله لازم نسويها فالتون مو فالتون اخي ايا كان الشعائر دينية واجبات اجتماعية الها اماكنها فان صح هذا الفيديو فحسبنا الله ونعمل وكيل بالعراق ادارينا شوف موسيقى اشتركوا في القناة قبل يريد يسوي مجلس حسيني او غيري بالاماكن المخصصة لاحترموا الشعائر واحترموا الدولة اللي تحمي هذه الشعائر بس فالتون لعبا يكون نقبل بعد لا ما نقبل هذا دور دور العراقي انه يشوف بلده محترمية موسيطة رأي نطلعون ليه شي شي اعترض يا عراقي والمثابات الاجتماعية والدينية والاكاديمية اذا صح هذا الفيديو بمحاضرة المتنى تعترض اما وزير التربية اسم الله بالطبق بعد ما اكمل ما صالي 40 يوم